ازاي تعمل السردين البلد يطلع زي الفل معاك هي وعد معاك سنة كاملة بدون ما يقرر له حقه خالص طيب عايزه حاد انا اعملو ازاي عايزه هديل انا اعملو ازاي عايزه متوسط انا اعملو ازاي يلا بينا عالفيديو السهل البسيط اللي هتقومي عندي عملي حالا بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي عالرسول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وظل خلقين معي السلام عليكم محترمين اليوتيوب لايك وشير وسبسكراب لاصل المميزة اتمنى تحطوا لايك الفيديو ولو مشاركش اشترك في القناة واتفع على زر الجرس علشان كل منازل الفيديو وصلك اشعر به ودامنا نشار الفيديو ده من اصدقائك وعلشان تعمل فائدة لجامعه ويا الله بينا مبدأ ايا كده معنا كله من السردين البلدي هاتي الشري مجمد ماشي هاتي الشري صابح ماشي اللي عندك يشتغل بيوه يبقى زي الفل من ايدك طبعا احسن من اللي بتشري بمراحل في الوقت ده انت عايزة تعملي زي ما هو كده من غير ما تنظفيه يبقى لازم نحشي الخيشين بتاعته وملح زي ما انت شايف كده طيب ايه المغزى من كده ايه اللي خليني ان انا اعمله كده من غير ما نظفه لأ انا شايف ان انا نظفه احسن احنا كده كده بننظفه طب وليه ما ننظفهش بالاول عشان البكتيريا ما تنموش فيه طبعا ما يكون فيه العشاء بتاعته والخيشين والراس وكده البكتيريا سهل ان هي بتنمو فيه اكتر فانا قلت ان انا ايه كده كده هننظفه طب ننظفه من الاول ونخسله وانا شوفه تماما ما المياه طب الكلام ده ازاي بعد ما نظفته كويس وغسلته كويس اوي بابدأ اجيب مناجيل كده اجيب رائن او ثلاثة من مناجيل او مصفة وابدأ اكفيه زي ما انتو شايفين كده لازم انتو عاديه حوالي ساعتين اتنين لحد ما ينشف تماما ما المياه بتاعته توسك ان ما فوشه مياه تماما علشان طبعا هي البكتيريا مش هتنمو فيه ولا حاجه لان هو طبعا متنظف ومخسول كويس ومنقوع مياه في خل يعني انا غسلته كويس ونقعته حوالي نصف ساعة في مياه في خل وبعد كده صفيته واجبت مناجيل زي ما انتو شايفين كده وبعد اكفيه كده علشان المياه بتاعته تنزل كلها والمناجيل تتشربه سبته كان سبته ساعتين اتنين على الحل ده علشان اضمن ما فوش مياه مياه خالص بعد ما مره علي ساعتين شايفين المناجيل اتشربت كل الزويد بتاع السردين بعد كده هنبدأ نولمهم في الوقت ده انت عايزها تحط شطه ماشي ممكن تحطيك مش عايزه شطه وماتحطيش شطه معانا نصف معلقه من الكورهم زي ما انت شافه كده نصف معلقه من الكورهم لو في حبيبيات كده نخلي هيجي ما صفى صغيره كده معانا ثلاث معلقه صغرين من الملح النعم حاجي عندك ملح خشن الشغال بي عندك ملح نعم الشغال بيه انا اعطي اعمل واسط مش حادق اوي ومش دلع اوي انا اعطي دلع يبقى في الوقت تحط معلقة ونص صغيرة من الملح اعطي حادق اوي يبقى تحطي خمس معلقة من الملح يعني حسب انت تقدر تتحكمي في الملح اللي انت عايزها عايزها حادق هتزوجي عايزها دلع هتقللي في الوقت ده بالرش نجيب علبة التلاجة والرشها شوية ملح بكركم وبعد كده ننمالح السمك كويس اوي حاكمي في حدقية السردين زي ما انت عايزة بصراحة السردين ده كان طعم فوق الوصف بعد ثلاث يام بالضبط هتاكلي منه يعني مش هتسبيه بقى اسبوع اثنين ثلاثة لأ ثلاث يام بالضبط كل منه على طول بيت اذا ايجي الفول كده معاك يعني ما شاء الله عليه تقدري حتى تفلدي كده وتعصري على الليمون لو انت بتحبيه تكليناي من غير قلية وكده تعصري على الليمون وتكليناي مشكله خالص زي ما انت شافيته بعد ما ملحته كده لازم بيضغط عليه خلي بالكو ان انا باتكك علي جامد ما بس بوش مهوي عشان ما يبقاش في هوا انا عايزة يعني احبس الحوا عنه تماما زي ما انت شافي كده انا عندي دلوقتي هريسة من الشطة هريسة فلفل مش بتحرق خالص انا حطها بس علشان اللون يا جماع الهريسة دي انا عملها فلفل اللي هو اللي بيبقى الهزوم كده اللي هو ما مش بيبقى حي يحرق خالص حطت معلقتين طبعا علشان تديني لون للسردين بداي شكله حلو والخطوة دي اختياري لو انت حبها حطيها مش حبها ما تحطهاش حبه شطه بتحرق ممكن تحطي معلقة زي ما انت حبه وبعد كده لازم انتكبسيش كويس يعني هنجيب معلقتين من الزيت او ثلاثة كده ونغلفه خالص من الزيت من فوق وخلي بالك ان في الوقت ده هنجيبي ستريتش راب ونجبسه جامد ما عندكش ستريتش هنجيب اي بلاستيك كده وتفتحيه وتكبسي جامد OULD يتخبسي جامد الوقت استخد PRIME هنجي بجرأ الآن في الوقت في الشجاة في البرد 3 يام بعد بتجشترى الثلاجة ان بعد 3 يام ا carving اكلي منه بعد ثلاث يام اللي يفضل بقى حطيه في الثلاجة ما تسوهوش بره طب احنا لو في الصيف يبقى حطيه في الثلاجة من اول ما تعملي على طول وبعد ثلاث يام برضو هتاكلي منه فاحنا نضفنا الخطوة دي احسن من احنا نعمله بالعشاء بتاعته عشان البكتيريا وكده ما يدودش منك لان انت لو عملتي بالعشاء بتاعته وما ملحتوش كويس ممكن الخاشم دي تدود منك واسبكوا رعاية الله وامان يا رب كنا نوفيت كل حاجة ولا عايز ايكم استفصارة بعتليكم من والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء